تتواصل عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وكان المعبر قد شهد حتى يوم أمس دخول أربع قوافل إغاثية حيث دخل إلى قطاع غزة حتى الآن 65 شاحنة مساعدات تحتوي على أغذية ومستلزمات طبية ومواد ثانية فضلا عن بعض شاحنة الوقود في هذه الأثناء تتواصل مصر استقبال المساعدات الإنسانية الدولية عبر مطار العريش